السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن كيف نأمن من الجوع والخوف هذا سؤال كبير صار يشغل بال الكثير من الناس بل حتى المجتمعات والشعوب والحكومات مسؤولين كبار في العالم بدأوا يتسألون كيف نحمي انفسنا من الجوع والخوف لان نقوس الخطر بدأ يضق سمعنا بعض المسؤولين في العالم الغربي يقولون بان عصر الوفرة وعصر الكترة قد ولى واضبر ونحن الان في مواجهة عصر فيه ندرة في الانتاج وفيه جزع وفيه خوف من القيام الحروب والصراعات العسكرية كيف نأمن من شبح الجوع والجفاف وكيف نأمن من الخوف الجواب جاء في آية قرآنية مباركة ذكر فيها رب العزة السر في كيف نأمن من هذا الجوع ومن هذا الخوف قال جل جلاله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه الآية المباركة جاءت في السياق في الحديث عن عن قوم قريش في زمن من الأزمان كانت هناك المجاعات وكانت هناك الحروب وكان هناك قطاع الطرق وكان هناك الصراع بين الناس وكان الأشخاص يخافون على أمنهم ويخافون على سلامتهم ويسعون لضمان عيشهم فربنا عز وجل قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ما معنى هذا أطعمهم من جوع أي أطعمهم رب البيت أطعمهم من الجوع لأن الجوع بئس الضجيع لأنه يحمل شبح الموت للجائع فكما تعلمون جميعا بأن في التاريخ القديم كان أهل مكة يسكنون بواد غير ذي زرع كانوا عرضة للجوع وللجدب ووصف الله تعالى تلك المنطقة فقال بواد غير ذي زرع هناك الجفاف ليس هناك أمطار الناس يحتاجون إلى الماء قطرة ماء ولا يكادون يجدونها بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ولكن الله تعالى فيما بعد سوف يوسع لهم الرزق ويماهد لهم السبيل فقال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كانوا يشعرون أن تتلقاهم القطع الطرق يؤدونهم فربنا عز وجل جعلهم في أمن من التعدي عليهم والتطاول على أموالهم وأنفسهم وقد قال ربنا عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم كان الناس يتخطفون كان هناك تسيب كان هناك ما يسمى بالإنفلات الأمني بلغة العصر وكان هناك كل من من وجد الفرصة فإنه يظلم ويخطف ويعتدي كما قال أولئك القوم قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا لكن الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء القوم بأن أعطاهم الأمن الغدائي والأمن الأمني الأمن الأمني هو الأمن من الخوف والأمن الغدائي هو أن فتح الله عليهم أبواب الرزق وأبواب الكرم وهذا كله لم يأتي بتخطيط ولم يأتي ببرامج ولا بتجمعات ولا باستراتيجيات ولا باستراد تجربة ناجحة من المعسكر الشرقي أو الغربي وإنما جاء كل هذا بدعوة صالحة مجرد دعوة صالحة جاءت من القلب إنها دعوة أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر فأولئك القوم كانوا في معاناة فحماهم الله تعالى حماهم من الحبشة ومن حولهم ومكن منزلة هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت مكن منزلة في القلوب والنفوس وصار الناس يحترمون هذا القوم في أسفارهم لأنهم جيران البيت يذهبون آمنين ويعودون سالمين غانمين لا أحد يمسهم بسوء على كتر ما كان في ذلك الزمن من السلب والنهب والغارات التي لا تنقطع أيها الأحباب الكرام إشكالية الجوع وإشكالية الأمن في عصرنا هذا هي كانت في كل العصور لكن في عصرنا هذا الجوع ونقصان الأمن يزداد كل يوم في عالمنا خصوصا الجوع يزداد لأسباب طبيعية وأسباب بشرية لا تخفى عليكم مشكلة المناخ والتصحر ومشاكل استغلال السيء للطاقة كل ذي أسباب طبيعية لمسألة الجوع وهناك أسباب بشرية أن الإنسان يفسد في هذه الأرض وأنه لا يتقن ولا يحسن استغلال الموارد الطاقية التي وهبها الله تعالى لعباده الخوف أيضا صار يتفقا في النفوس الناس بدأوا يشعرون بالخوف الكثير من سألته مرض الخوف موجود صار يسكن فينا هناك من يخاف على نفسه وهناك من يخاف على أولاده وعائلته وهناك من يخاف على ضياع ماله وتروته وهناك من يخاف على ضياع منصبه وهناك من يخاف على وطنه وبلده فالناس صاروا يخافون من المستقبل يخافون هذه التغيرات التي تحدث بسرعة في العالم قديما الإنسان كان يعيش حياة بسيطة وكان يقنع بالقليل اليوم الناس كلهم عندهم رغب في التملك ورغبهم هل من مزيد هل من مزيد قديما كان يقال من يملك بقرة ونخلة لا يجوع أبدا من يملك بقرة ونخلة لا يجوع أبدا النخلة تعطيك الثمر وتستضل بظلها والبقرة تعطيك الحليب ثم بطك اللحم اليوم عندنا أبقار كثيرة ونخيل لا يعد لا يحصى ومع ذلك الناس يشتكون من الجوع أيام زمان الناس في غالبيتهم كانت بنيتهم نحيفة لأن المشي كان هو رياضتهم والعمل اليدوي يستهلك طاقتهم الزائدة والبساطة كانت تضلهم نحن اليوم عندنا الوفرة فغالب الناس لا يواجهون النحافة مشكلتنا اليوم هي البدانة بسبب الراحة الكثيرة والطعام الوفير ولا نكاد نمشي وليس هناك عمل يدوي يستهلك الطاقة الزائدة وما بقى هناك بساطة تغيرت الأشياء في زماننا والخوف أيضا أيها الأحباب الكرام بدأ يكتر الناس أيام زمان لا خوف لديهم على أنفسهم وعائلتهم كانت بيوت الناس أيام زمان وأبوابهم مفتوحة وأطفالهم يحتضنهم الجار قبل الدار والغريب عندهم محترم ما لم يظهر عدوه بغضاء هكذا كان الناس لكن اليوم صار أخوف ما يخافه الناس هو الجوع والخوف ولاحظنا في التاريخ لما ظهر بعض حكام المستبدين إذا أرادوا أن يمعنوا في عدب شعوبهم يسلبون منهم هذه النعمة نعمة الأمن ونعمة الجوع إذا سلبوا منهم الأمن صار عندهم خوف وإذا سلبوا منهم نعمة الطعام شعروا بالخوف هكذا كان يفعل الحكام المستبدين بشعوبهم إذا أرادوا أن يخوفونهم لكن اليوم هذا يقع تدريجيا نسمع تقارير عند بعض المسؤولين بأن هناك عالم الوفرة قد ول وأطبر والآن لا بد أن نقتصد في كل شيء نقتصد في الماء أولا نقتصد في الطعام نقتصد في الطاقة ثم الخوف من نشوب صراع بين الدول المجاورة ويؤدي إلى نوع من الحروب ويذهب فيها الأبرياء قبل المسؤولين فالسؤال الذي ربما قد يتباضل إلى ذهن الجميع ما المنجى من الخوف ومن الجوع الجواب كما سلف الذكر في هذا المقطع من الصورة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم تنى على هؤلاء القوم بالنعم العظيمة وهيئ لهم أسباب المعايش وآمنهم من المخاوف وأطعمهم وأغناهم لهذا أيها الأحباب الكرام نعمة الأمن الغذائي والأمان من الخوف هاتان نعمتان ضروريتان في الحياة لا يمكن تصور الحياة بدونهما لأنه لولا هما ما حملت امرأة ولا وضعت أنت ولا تربى طفل ولا عاش إنسان ولا رعى حيوان إذا ذهب الأمن الغذائي والأمن الأمني من الخوف لا تعد هناك حياة فمن النعم التي أنعم الله بها على عباده وعليهم أن يدركوها ويستحضروها دوما هو نعمة الأمن ربنا عز وجل يقول ممتنا علينا جميعا بنعمة الأمن قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإذا لم يكن هناك ظلم في المجتمع الناس إذا كانوا مؤمنين الذين آمنوا آمنوا عندهم الإيمان بالله يستحضرون وجوده ويستحضرون نعمه ولا يظلم بعضهم بعضا القوي يرحم الضعيف ولا يتجرأ عليه بسلب ماله واستعباده بل ينشر العدل إذا كان هذا الإيمان زائد العدل فربنا قال سيكون هناك الأمن بين الناس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا في نعمة الأمن أما في نعمة الغذاء فربنا عز وجل يمتن علينا ويقول أيها الإنسان انظر حولك انظر إلى هذه الأرض وانظر إلى الأمطار وانظر إلى الخيرات انظر إلى هذه الخضروات والفواكه والكروم انظر إليها فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شأقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحضائق غلبا وفاقيغة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إشارة قوية من الله تعالى لكي نلتفت إلى نعمة الغداء ربنا كريم أعطانا نعمة الأمن وأعطانا نعمة الغداء ووعدنا بأن هاتين النعمتين لن تزول رغم التقارير الدولية التي تدق نقوس الخطر رغم الدراسات الاستراتيجية التي يقولها خبراء في الأمم المتحدة بأن العالم مقبل على مجاعة وعلى حروب كل هذا إذا كان عندنا العبادة والطاعة لرب البيت فليعبدوا رب هذا البيت سوف نضمن نعمة الأمن ونعمة الغداء على طول لأن هاتين النعمتين اجتماعهما لابد فلا عيش مع الجوع ولا عيش مع الخوف وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما تحيزت له الدنيا بحداثرها لفقف الصباح الباكير والقال حمد لك للأمان مكن لحروب لقطع طروق كما الحمد لله الواقع في بلادنا المغرب العزيز زاده الله أمنا وإيمانا نشعر بالأمن فعلا نشعر بالأمن تشعر أنك تصبح آمن ومعافا في بدنك يعني صحتك عافية ولو يكون لك مرض بسيط لا بأس به فكلنا ذلك الإنسان ولكن في العموم معافا في أجسدنا عندنا قوت يومنا يعني الحمد لله كنش باركا قدو بها اليوم اليوم لن نمد أيدينا عندنا قوت اليوم إلى أدنى هذه الأمور الثلاثة آمن في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه أنت هو السلطان فكأنما حيزت لك الدنيا بحداثرها أنت عندك الدنيا كلها هكذا بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقدر نعمة الله علينا لأن بعض الناس لا يقدرون هذه النعم كيشعر دائما عند النقصان دائما إذا سألته يقول هناك النقصان ويبدي عدم الرضا ويبدي الاستياء ومنهم من يبدي التمرد وكيبقى دائما يعدب نفسه ويعدب من حوله ولكن القليل يكفي مع الشكر للنعم والرضا بما أعطانا المولى ربنا عز وجل جعل ضمان الاحتياجات الغدائية أو ما يعرف بحد الكفاية الفقهاء في الشريعة الإسلامية مالك تكلموا الاحتياجات الغدائية كيسموها حد الكفاية يعني الأمل الغدائي بالغة العصر هذا جعله الدين من واجبات المجتمع والدولة نحو أفرادها فالدولة والمجتمع لا بد أن يعملوا ويجتهدوا لتوفير الاحتياجات الغدائية ما يعرف بحد الكفاية فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذه الأمور وإذا رجعنا إلى العهد المشرق من تاريخنا الإسلامي التاليب نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل على توفير الاحتياجات الغدائية للمسلمين ومن ينظر إلى التدابير والإجراءات التي قام بها عند الهجرة كيف وفر الإسكان وفر المأوى وفر الإطعام وكان هناك نزاع على المياه لأن هناك ندر كيف نظم السقي في الأراضي الفلاحية بالمياه وكيف نظم كذا وكذا ثم أهاب بأن يكون هناك تضامن وتكافل نفس المنهج حافظ عليه الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم في سياستهم الراشدة كانوا يعملون على تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية للمجتمع فباش نحافظوا على السلمة للمجتمع احتياجات غذائية ضرورية موجودة وبأتمينة معقولة ولهذا الخبراء يقولون بأن توفير الأمل الغذائي يعد المدخل لتحقيق الأمل الاجتماعي نسكي قلبه على الأمل الاجتماعي باش نحافظوا عليه لابد من توفير الأمل الغذائي جميع المواد الغذائية الضرورية موجودة في الأسواق وبأتمينة معقولة وربنا عز وجل لأنه يعلم بأن الحياة لا تسير على نمط واحد مرة كتكون وفرة وكتكون الخير موجود ومرة كتكون ندرة وكتكون قلة ربنا يعلم ذلك لأن ليس دائما الأسواق والأوضاع دائما على نفس الحال فإذا وقع هناك ندرة وقلة وفقر ربنا عز وجل تساهل حتى إنه أباح بعض المحضورات محضورات أباحها إذا كان هناك مس بالأمن الغذائي الذي قد يؤثر على الأمن الاجتماعي بل نرى في الشريعة الإسلامية أنها عطلت أحكام ليتابت عطلتها إذا مست الإنسان في الجوع حق الجائع كما قال الله عز وجل مثلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحم يعني في الطعام لا يبغي أن نأكل الميتة لأن طعام نت مدر والدم حرام أيضا لحم الخنزير حرام أيضا وكل طعام أهل لغير الله به يدبح للأصنام أو للأوتان كل هذا حرام لا يؤكل لكن إذا كانت هناك مجاعات فإنها في حق الجائع تسير مباحة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحم ولهذا لما انتشرت المجاعة وتدهور الأمن الغداء في عهد سيدنا عمر الفاروق ما يسمى بعام الرمادة اشتدت حاجة الناس للطعام وغلت منه والأصعار صارت ملتهبة سيدنا عمر لم يطبق حد السرقة فإذا آته بإنسان أنه سرق طعاما يقول له هذا العام عام الرمادة رفع الحكم لأن هذا حال الاضطرار وحتى لا نصل إلى هذا المقام ولأهد الوضعية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعمل وأن نشتهد وأن نسعى لكي نوفر الحياة الرغيضة بل كان يطلب من الصلحاء أن يكثروا من الدعاء فقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيد من الجوع كما ذكر أبو هرير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعود بك من الجوع فإنه بئس الضجيع اللهم إني أعود بك من الجوع فإنه بئس الضجيع الله يحسن الأمان إنسان حينما يكتر عياله وتقل أمواله فإنه يتعرض لهذه المعاناة وإذا أيضا غاب الأمن هذا الأمن اللي هو أساسي مقترن بالغذاء إذا غاب الأمن فإن الأمل يفقد عند الأجيال من الشباب خصوصا في المستقبل ولهذا نجد بعض الشباب قد يبحثوا عن الأمل المفقود في أفاق أخرى ويفكر في الهجرة بطرق غير مشروعة ويعرض نفسه للهلاك وإذا سألته لماذا يقول لك غياب الأمن الغدائي وغياب الأمن الاجتماعي وأسبب أخرى لهذا نرحل بعض الدول بدأت تهتم بالجانب أكثر من اللازم حتى أصبحنا نسمع عن الأمن الغدائي وتشجيع الاستثمار في ظروف آمنة حتى يبقى الناس في بلادهم ولا يهاجروا لا يضطروا للهجرة سؤال يطرح هنا لماذا الناس دخلوا في الإسلام أفواجا مع أنهم كانوا أهل جاهلية لماذا قبل الإسلام نلاحظ بأن كان غياب الأمن الأمني والأمن الغدائي والأمن الاجتماعي كان القوي يعتدي على الضعيف وكان الغني يسيطر على الفقير ولم تكن هناك دولة تحمي الأمن والأمان ما الذي جعل الناس مع كل هذا هذا الوضع عند العرب يدخل الناس في الدين أفواجا من ماليزيا ومن باكستان ومن تركيا ومن دول كثيرة الجواب هو لأن الله تعالى أمر بالاعتناء بهتين النعمتين التي بسببهما دخل الناس في دين أفواجا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ربنا عمل على طلب من هؤلاء أن يعملوا على توفير الأمن الطعام والأمن من الخوف والذي حقق لهؤلاء الأعراب كانوا أعراب لا يسوون شيء وصاروا أسياد ما الذي حقق لهم هذا العز والأمن في ذلك الزمن لأنهم امتتلوا لكلام الله ولأنهم اتبعوا ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم العرب قبل الإسلام كان فيهم التسيب وكان فيهم الظلم وكان فيهم القمع وكان فيهم الدكتاتورية كل كل المتالب لكنهم بعد الإسلام سمعوا قول النبي الكريم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم لا يؤذي أحد المسلم لا يسب ولا يشتم ولا يلعن المسلم لا يقع في الغيبة والنميمة المسلم لا يكيد للآخرين هكذا المؤمن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بل أكثر من هذا لم يقل المؤمنين قال كل الناس كل الناس جميعا يسلمون من المسلم من لسانه ويده لهذا ربنا قال وقول للناس حسنا فالله يراقب الناس والناس يخشون الله تعالى لهذا فليعبدوا رب هذا البيت جاء الفضل وجاء العطاء وجاء الكرم وبعد فترة قليلة الله تعالى بدل جوعهم وخوفهم إلى غنى كامل ورغم أن لم يأقودوا بأسباب التي تعرف عليها الناس العرب في مكة والمدينة لم يأقودوا بالأسباب المعروفة وربنا أغناهم الأسباب المعروفة هي التعاطل الزراعة والصناعة والميهن والحرف ولكن هما لماذا أعطهم الله هذا النعيم بوفرة إذا ذهبت إلى هناك الناس لا يعملون كثيرا والوفرة عندهم لأن ربنا عز وجل ببركة دعوة سيدة إبراهيم ووعد أن كل من كان في هذه الصفة يعطيه الكثير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وجدوا الأرض قاحلة لا زرع فيها ولا ضرع لكن بعد مدة أصبح أهلها أغنياء حلت عليهم البركة من الله وأمر الله تعالى البركة أن تحفهم من كل النواحي ليدقل جل علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى عليهم بركات من السماء والأرض إذن أيها الأحباب الكرام كخلاصة الإيمان وتقوى الله عز وجل تجعل البركات تنزل من السماء وتخرج من الأرض من السماء الأمطار تأتي في إبانها والأرض تعطي أيضا المياه وتعطي التروات الكثيرة من فلاح وزراعة ومعادن وطاقة وبترول وغير ذلك ربنا أفاض على الخلق بالبركات وأعطاهم الكثير لماذا لأنهم عبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت ثم شكروا هذه النعم لأن دوام النعم وبقاؤها بشكر منعم وإخلاص العباد له كما قال جل جلاله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا فربنا وعد بأن يقول الأمن تام الحمد لله لا نخف لغما نسمع دراسات وتقارير الأمن سيبقى في البلاد المؤمنة الصالحة والله تعالى يحفظ الجميع فنعمة الأمن ونعمة الغداء والوفرة إنما تتحقق بعبادة الله ومراقبة الله عز وجل وتطبيق أحكامه وتجنب الظلم لأن إذا كان هناك الظلم ربنا يغضب ويرفع عننا الأمن والغداء والخوف لابد من تجنب الظلم لابد من أداء الأمانة لابد من أداء المسؤولية على وجه الأكمل كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته لابد من مراعاة حسن الجوار وليحسن إلى الأقارب أما من تجاسر على المعاصي وأما من لم يستحضر نعم الله وأما من ضرب بهذه القيم الديني عرض الحائط فهذا نسأل الله السلام والعافية قد يأتي التهريد الإلهي ماذا قال ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون قرية كانت آمنة فيها الأمن فالطمئنين والخير والوفرة والرزق يأتيها الأمطار في إبانها الأرض لا تشح تعطي رغدا من كل مكان لكنها لم تشكر هذه النعم وتجاسرت على معصية ماذا قال ربنا أذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذن نحن أيها الأحباب الكرام سنكون بإذن الله دوما وأبدا في مأمن من الجوع ومن الخوف وإذا سمعنا كوارد تقع في بعض البلاد كما وقع مؤخرا في الباكستان انجراف التربة والفيضانات أو الحرائق التي كانت في أوروبا نحن في بلادنا ولله الحمد ما دم هناك الإيمان بالله ما دم هناك تقوى الله سنزيد في هذا العمل الصالح وعادنا الله تعالى بأن يعطينا الأمن من عنده وأن يعطينا الوفرة والكتر بإذن الله وسوف نسعد نحن وأولادنا وأحفادنا وسوف تزداد خيرتنا وسوف تكتر أموالنا وسوف يساعد بعضنا البعض فهذا هو المخرج من الخوف من الجوع والخوف كيف نأمن من الجوع والخوف بهذا الآية الكريمة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم إيمانا على إيمان ويوفقنا لطاعة الرحمن وأن يدفع بنا للمزيد من العمل الصالح على سنة النبي العدنان قلوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كرم ترجمة نانسي قنقر